ده أوجه رسالة للناس إن لما تطلع المعلومة غلط أو حد بيجي يسألني سؤال من الناس العامة بتقبلوا حتى لو السؤال يبدو إنه حاجة غريبة أو شازة جدا لكن إن المعلومة تتنقل غلط من طبيب دي كارسة دي بتقول كده يا دكتور جات لي شكوى من فتاة بتشتغل في إحدى الشركات الاستثمارية بيعملوا بيعملوا لهم تحليل عشان المبادرة بتاعة الكشف عن فيروس سي والكلام ناكلة فالبنت سكرتارية اكتشفت لقوا الجسم المضاد موجب فكان من المدهش جدا إن الطبيب بتاع الشركة يعني قال كلام ليها غريب جدا خلاها نهارت يعني البنت جات لي منهارة إيه الكلام قال لها ده موضوع خطير فيروس سي ده خلاص ده احنا خدنا فيه جوان واشقون واحد ده احنا ده انا ما حد بقول لها فيروس سي بقوله طوز أيوة تمام قال لها إنك لازم تعودي عن الشغل لغاية ما تتعلجي عشان ما تعديش زميلك مش فاعل فيروس سي يا جماعة لا ينطلق عن طريق لا ينطلق عن طريق المصافحة العادية ولا عن طريق الاختلاط العادي يعني معلقة شوكة كوباية سلام حتى حضن وتقبيل كل ده لا ينتقل فيروس ينتقل عن طريق الدم يعني فرشة السنان آه معرضة ما فيها دم ما كانت حلاءة الدقن الصفت الضوافر والعلاقة الزوجية دكتور والعلاقة الزوجية اللي ممكن تبقى مخلوطة بدم لا قدر الله يعني إذا كان فيه نزف مهبلي أو الرجل عنده قرحة على القضيد نازفة يعني اختلاط الدم في حد ذاته مش مجرد العلاقة الزوجية العادية فأرجوكم بلاش تضيعوا مجهود الدولة ومجهود اللجنة القولية لمكافحة الفيروسات الكابدية احنا ما صدقنا نتخلص من كابوس اسمه فيروس سي نعم